بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطاب توقاتكم بكل خير أبناء الطلاب وبنات الطالبات أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة لغة الجميلة للصف الخامس الابتدائي أبنائي وبناتي لدينا هذا اليوم بمشيئة الله تعالى ضيفاني اثنان ضيفاني عزيزان سنتعرف عليهم وسنتعلم أسلوبهما وطريقتهما من هما هذان الضيفان الضيف الأول ينهج بنهج أو بطريقة اسمها الترجي الترجي والضيف الثاني طريقته وأسلوبه تدعى التمني التمني نعم الترجي والتمني ترى ما الحكاية تريدون معرفة قصة الترجي والتمني ابقوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل عدنا إليكم أبلاءنا الطلاب وبناتنا الطالبات بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا عن الترجي والتمني الترجي والتمني هما أسلوبان في اللغة العربية الترجي يكون بطلب أمر مرغوب أمر مرغوب وسهل الحدوث ويتوقعا يحدث وأداته الشهيرة هي لعل لعل هي أدات الترجي والتمني أتمنى هو طلب أمر محبوب ربما يكون صعبا وربما يكون مستحيلا وأدات التمنى الشهيرة هي ليت ليت إذن لدينا أداتان لعل وليت لعل للترجي وليت للتمني دعونا يا أبنائي وبناتي نتعرف أكثر على ليت ولعل في ثنايا درسنا لهذا اليوم من أي أنواع الكلمة تعد لعل وليت برأيكم لعل وليت هل هما اسما فعلان حرفان لعل وليت اسم اسم ليست اسم لا يوجد لا يوجد اسم شخص أو اسم مكان أو أي اسم بهذا الاسم بلعل أو ليت فعلان هل هناك فعل يدل على ليت لعل ذهب أكل شريبا إذن هما حرفان أحسنتما إذن من أي أنواع الكلمة هما حرفان حرف طيب لنتعرف أكثر على هذين الأسلوبين كما ذكرنا لكم سابقا أن الترجي انتظار أمر مرغوب أو طلب أمر مرغوب الترجي أرجوك ومتوقع ومن أدواته لعل التمني طلب أمر ماذا محبوب ومن أدواته ماذا الشهيرة ليت وذكرنا أنه قد يحجث لكن بصعوبة أو فيه استحالة في الحدوث أكمل على غرار المثال الأول وأنتبه إلى أن الإسم الذي يكون بعد لعل وبعد ليت منصوب هذه معلومة مهمة وسنتحدث أنها كثيرا في درسنا أن الإسم الذي يلي ليت ويلي لعل يكون منصوبا بسم الله أحب الرحمة أحب الرحمة عكس ذلك أكره القسوة أكره القسوة نريد الآن نضع أسلوب ترجي في هذه الجملة ماذا أقول أقول لعل الرحمة لعل الرحمة تملأ قلوبنا لعل الرحمة الرحمة منصوبة تملأ قلوبنا أحب الصدق وعلى النقيض أكره الكذب هل أحد يحب هذه الصفة؟ المؤمن لا يكذب المؤمن لا يكذب احذروا أن تتصفوا بهذه الصفة الذميمة وهي الكذب ولكن عليكم أن تتصفوا بنقيضها وهي الصدق إذن أحب الصدق وأكره الكذب ماذا أقول أقول لعل الصدق يكون شعارنا لعل الصدق الصدق منصوب يكون شعارنا أحب الأمانة أحب الأمانة وهي صفة رائعة محبوب من يتصف بها كما كان عليه الصلاة والسلام يتصف بها قبل بعثته وماذا في النقيض أكره الخيانة أكره الخيانة حسن لعل الأمانة منتشرة بيننا إذن الأمانة هنا منصوبة ووقعت بعد لعل أحب العدل وأكره ماذا أكره الظلم وكلنا ذلك الرجل الذي يكره الظلم أحب العدل وأكره الظلم وأقول وأتحدث بأسلوب الترجي لعل العدل ماذا لعل العدل ظاهر بين الناس لعل العدل ظاهر بين الناس إذن لعل الرحمة منصوب لعل الصدق منصوب الصدق منصوب والرحمة منصوب لعل الأمانة هنا أيضا الإسم الذي بعد لعل منصوب ولعل العدل أيضا هنا منصوب إذن الإسم بعد ليت ولعل يكون منصوبا أعبر عن الجمل أو العبارات التالية باستخدام أسلوبي التمني أو الترجي ننطلق على بركة الله في هذا التمرين السلام دائم بين الشعوب السلام دائم بين الشعوب ماذا أقول؟ دعونا نضع أحد هذين الأسلوبين ليت السلام دائم بين الشعوب ليت السلام دائم بين الشعوب تكون شعوب الأرض خالية من الحروب والمشاكل والصراعات وتعم الرحمة ويعم السلام بين أرجاء الدنيا الدول تتخذ كل التدابير لحماية الطفل من كافة أشكال الإساءة إليه أضع أسلوب الترجي أو أسلوب التمني فأقول لعل الدول تتخذ كل التدابير لحماية الطفل من كافة أشكال الإساءة إليه أيضا الإسم الذي بعد لعل منصوب الدول تعترف بحق الطفل في ماذا؟ في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ماذا أقول؟ أقول ليت الدول تعترف بماذا؟ ليت الدول تعترف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وهذا ما نتمناه لأطفالنا جميعا حول هذه النقطة أبناء الطلاب وبنات الطالبات نقطة أو ما تحدثنا عن الإسم الذي سيكون منصوبا أو الذي يكون منصوبا بعد أداة التمني أو أداة الترجي دعونا نختبركم في هذا التمرين البسيط أختار من الكلمات التالية إسما مناسبا يتمم المعنى يتمم المعنى هل أقول لعل الطالب يجتهد في مذاكرته أو أقول لعل الطالب يجتهد في مذاكرته أو أقول لعل الطالب يجتهد في مذاكرته ماذا؟ اتفقنا ماذا؟ أن يكون أحسنتم منصوبا كررناها كثيرا منصوبا أين المنصوب؟ أي اختيار؟ أحسنتم الاختيار الأول الطالبة إذن تكون الجملة كالآتي لعل الطالب يجتهد في مذاكرته إذن تعرفنا في هذا الدرس على أسلوب الترجي وأسلوب التمني وذكرنا أن الترجي انتظار أمر مرغوب يمكن حدوثه يمكن حدوثه وأداته لعل والتمني هو طلب أمر محبوب ومن أداته ليتا وقلنا أن الإسم بعد ليتا أو لعل يكون منصوبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات من تساؤلات هذا الدرس لماذا الكلمة التي تأتي بعد لعل أو ليتا تكون منصوبا ماذا تأتي منصوبا نقول لأن ليتا ولعل حروف ناسخة تنصب اسمها وترفع خبرها وبالتالي الكلمة التي تكون بعد ليتا ولعل هي عبارة عن أسماء لتلك الأداتين وبالتالي اسمها دائما وأبدا يكون منصوبا أيضا السؤال الثاني هل الأداتان ليتا ولعل تأتيان مؤنثتان يعني هل يصح نقول ليتا أو لعلت غير صحيح ليتا ولعل لا تأتيان مؤنثتان وإنما تستخدم للتذكير والتأنيث بنفس الصيغة ليتا ولعل إلى هنا أبنائي وبناتي الطالبات انتهت حكاية الترجي والتمني التي ذكرتها لكم في مقدمة هذا الدرس شكرا لكم على طيب المتابعة إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة